مصدر كمان بنادي الزمالك قال لنا في رقم 10 إدارة النادي هتستغل تواجد فريق بيرامدز في الإمارات علشان تتفاوض مع ملاك النادي بخصوص صفقة التعاقد مع عبدالله السعيد المصدر قال لنا أن الزمالك بيدغط بقوة حسم الصفقة ويكون فيه جلسة بين عبدالله وملاك النادي في الإمارات عشان يتكلم معهم في حسم رحيله للزمالك لكن المصدر قال لنا أنه حتى هذه اللحظة بقاء عبدالله السعيد قائم في نادي بيرامدز وإن كان نادي الزمالك ما زاله ما زاله يفكر في عبدالله السعيد وحسن معلوماتي نادي الزمالك عايز عبدالله السعيد ولو لسنة واحدة هو شايف أنه عبدالله موهبة وهتفيد الفريق نحة تانية بيرامدز متمسك جدا بعبدالله السعيد عشان عبدالله السعيد بالنسبة للبيرامدز هو مش مجرد لاعب كبير وموهوب هو مهم جدا في غرفة خلع الملابس في لم الفريق هو قائد للفريق وبيتعامل معهم بشكل رائع جدا وبيعرف يتعامل في كثير من الأمور فهو مساعد إداري بجانب طبعا كونوا لاعب له كمته الفنية الكبيرة